أشهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بناجح مصر في استضافة قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخة مؤكدا في كلمة ألقها أمام المجلس اليوم أن مصر طالما كانت المنقذة في مراحل التاريخ الفارقة حيث رفعت لألعمل الدولي لتنفيذ التعهدات العالمية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ أضافت الدولة المصرية خلال الأيام الماضية إنجازا استثنائيا مضاءا بحروف الننور بنجاحها المبهر في تنظيم أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ تلك القمة التي تعد الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا عالميا لتثبت مصر من خلال تنظيمها لتلك القمة أنها جديرة بكل شيء عظيم وأن مصر التي لا طالما كانت المنقذ في مراحل التاريخ الفارقة قد لبَّت نداء الإنسانية والبشرية لمواجهة ذلك الخطر الوجودي الذي يهدد الحاضر والمستقبل معا فرفعت مصر خلال تلك القمة لواء قيادة العمل الدولي لتنفيذ التعاهدات العالمية في مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة متخذة شعارا للقمة وهو قمة التنفيذ من أجل وضع حد لتلك المأساة الإنسانية المروعة ولعل ذلك النجاح المشهود له من القاسي والداني في تنظيم تلك القمة جاء نتاج ثمرة عمل وجهد دؤوب ومتواصل من مؤسسات الدولة المصرية بإشراف وقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اشتركوا في القناة